موسيقى نيجي بقى في الحلقة دي نضيف الشمس أو الإضاءة الخارجية عندي هنا دلوقتي أنا رجعت كل حاجة عندي من الـ Perspective خليت standard ويجيت هنا بالنسبة للـ View اللي قدامك دوت لغيت اللي هو عندك كان الـ Environment من Render هنا لغيت عندي أي حاجة بالنسبة لـ Exposure Control خليت None دلوقتي بقى عشان أضيف الشمس أو الإضاءة الخارجية عندك Mini Create من الـ Comment Panel عندك الـ Lumber أو Light عندك الـ Photometric عندك الـ Sun Positioner بشكل دوت ممكن تعملها من الـ Top ممكن تعملها من الـ Perspective دائماً تحابب أنا عن نفسي هعملها من الـ Top عشان أمشي يكون عندي Snap بالنسبة للـ Grades هستغل لهايئاً فهدوس Click عليها وأول Drag مع Click دوت اللي هو الحجم بتاع البوصلة زي ما شايفهو اللي هو عندك هنا بيتغيب بشكل دوت سيب الماوس بعد كده ثاني Click عندك اللي هو Rotation أنا هنا مش دايز دواجة أنا بس بتحرك بالماوس عايز بالشكل دوت Click بالشكل دوت بعد كده عندك الـ Distance اللي هي عندك بتاعت الـ Sun خليها أولاكن الـ 7800 اللي انت عايزه دلوقتي عملت الشمس بتاعتك هاجي هنا عند الـ Perspective دوس على Shift-Q على طول ده الشكل اللي بقى عندك بالطريقة دي ممكن أتقبل الـ Windowser بس عشان يكون عندك التانية أوضح بالشكل دوت هنزل بقدر وقت هنا عشا تحكم فيه الموقع بتاع الشمس ممكن أتحكم فيه إن أنا أعمل Sun Position عن طريقين بدخل الـ Location والوقت والأغلب بتشغل بالـ Manual المانوال دوت اللي باجي تحت هنا بتحكم فيه Horizontal Coordinates فبتحكم بيها بالزاوة اللي أنا عايزة خلي بالك إن الشمس ستتغير معك هي مع أطراف الغرفة أو بتنزلها بالشكل دوت طبعا لو جبت الفيو ده هنا عش تفهم أكثر أنا بعمل إيه وعندي هنا برضو اللي هو الارتفاع مع الإنحناء أو الميل بتاع الشمس زي ما نشايف هوا بالطريقة دي دي كلها عندك برامتر يعني تحكم فيها بالاسلوب اللي بيطلع الـ Result اللي انت محتاجه فمش لازم تبقى ماشي بقعدة معينة مش لازم تمشي باسلوب معينة اعمل الطريقة اللي بتطلع بيها الزاوية أو الشكل أو الإنحناء اللي انت عايزه بالنسبة لي الشمس مثلا هاجينا ده خلي 60 مثلا ده مناسب بالنسبة لي دلوقتي بقى هاجي تاني أدوس على اللي هو الـ Rendering وهدوس على الـ Environment تاني عند الـ Intensity ممكن أزودها اللي هو السنسور بتاع الكامة بيسبب لها إيه خلي مثلا 12 زادت عندك قوي عندك هنا خليها تاني 13 مناسبة بالنسبة لي درجة بتاعت الـ White Balance خليها لها 65 كيلفن عندك بقى الانحناء ده تحاول تخليه قدل ما تدر انحناء لجوه أو straight مش بالشكل دوت فهاجي هنا هنزل القيمة دي شوية بالطريقة ديت وهاجي هنا ممكن أنزل ده شوية برضو وده ممكن أرفعه شوية لو أنا حابب كل ده بتعمل تستر قدامك ههو الـ Screen بتطلع ريزولت بتاعك وفتكن أنا هنا اللاغي الـ Option بتعليوز فزيكي الكاميرا عشان يكون عندي مش بس اللي أنا فيه هنزل تحت بالشكل دوت ده اللي هو الـ Red Green Blue يونت خلي 1500 دايماً اللي أنا عملت ده الشكل اللي بقى عندي دلواتي ممكن أفتح كمان الـ Material اللي هو بالـ M من الـ Main Toolbar الـ Direct بتاعك اهو طبعاً عندي سكرين حجمها صغير شوية عشان موضوع الـ Record اللي أنا بعملو لك مهم دلواتي أنا فتحت الـ Material ممكن أخذ الجزء بتاع الماب بتاع الـ Exposure نفسه يعني هدوس على Rendering اهو هفتح الـ Environment اهو هاخد الجزء بتاع الـ Background او الـ Environment Map وكليك وخده هنا بالشكل دوت خلي Innocence بالشكل دوت دلوقتي بقى بالكليك بالشكل دوت على الجزء بتاع الـ Physical Sun اتحكم بقى في الـ Perometer دي كلها طبعاً عندي هنا زي ما انت شايف لو نزلت تحت بالشكل دوت عندي الـ Horizontal Ground هي في الحالة دي 0 ممكن أطلع شوية طلعها بالشكل دوت خلي بالك ان الـ Ground بتطلع عندك فدي كلها Option عندك خليها 0 تاني مثلاً عندك الـ Horizontal ممكن تزود القيمة بتاعته بالشكل ده شوف الشكل بقى الـ Shape بتاعه أو الـ Sharp بتاعته 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 بزيت ازاي دي كلها عندك Option ممكن تتحكم فيها بسلوب دوت الـ Parameter دي كلها بتاعتك اللون بتاع الـ Background اهو ممكن اخليه نيجي لـ مثلاً او لون اخضر قلت مثلاً لون اخضر غامق بالدرجة اللي انت عايزة دوس على اوكي بقى لون اخضر غامق عايزة خليه لون مثلاً كأني على البحر او الشاط هاته اللون الـ Azra الفاتح ده دي كلها عندك Option اعود جار في الـ Parameters دي كلها مهم دلوات يبقى عندك انك ممكن تضيف كمان الـ Control بتاع الـ Physical Sun دوات تضيفه لي المترور تتحكم فيه طبعاً قدام هنتكلم عن ده بتعمق اكتر دلوقتي انت فهمت ازاي بتضيف الشمس بتاعتك بتشوف الـ Location بتاعك ده كله انا كنت شغل مانول ممكن ادخل الـ Data والـ Location لو دخلت الـ Data والـ Location لازم ادخل الوقت بالضبط والـ Location بالضبط الى اخره انا ما بشغلش باللوسوب دوات انا بشتغل بالـ Manual بعمل الـ Control عشان اطلع الـ Result اللي انا عايزه فهنا مثلا ممكن ايجي الـ Location اختار الـ Location اللي انا فيه الى اخره هو بعد كده بعمل الـ Automation من عنده ده بالنسبة عندك للـ Sun Position وشتركوا في القناة